على المحاور المختلفة تحقق قوات الجيش اليمني الوطني الانتصارات فبات ميناء حبل الواقع بالقرب من مدرية عبس شمالية محافظة حجة تحت سيطرتها الجيش اليمني اطلق عملية عسكرية برية وبحرية نجح خلالها في السيطرة على الميناء الذي كانت تتمركز فيه ميليشيات الحوثي كما سيطر الجيش الوطني اليمني على مواقع جديدة في وادي حيران شمالية محافظة حجة العملية انطلقت من محورين الاول كان على الشريط الساحلي وشاركت فيه قوات التشكيل البحري وتمت السيطرة من خلاله على ميناء حبل بينما تركز المحور الثاني في وادي حيران حيث توغلت قوات الجيش بالوادي وتمت السيطرة على مواقع كانت تتمركز فيها ميليشيات الحوثي تقدمت قوات الجيش اليمني من خلال هذه العملية اكثر من اربعة عشر كيلو مترا على سواحل محافظة حجة شمال غربي البلاد واصبحت على بعد تسعة وعشرين كيلو مترا من مديريتي اللحية والزهرة اولى مديريات محافظة الحديدة من الجهة الشمالية عملية اسفرت عن سقوط قتل وجرح في صفوف المتمردين واسر احد عشر حوثيا من بينهم قياديون ميدانيون كما تمت استعادة زورقين عسكريين كانت تستخدمهما ميليشيات الحوثي وكميات من الاسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة اشتركوا في القناة najتنisco ترجمة نانسي قنقر